أهلا بكم مستهل الظهيرة بملف التلقيح عملية التلقيح الجبعي إذن تدخل السرعة القصوى في الأمطار الأخيرة قبل انطلاقة السنة الدراسية مركز للتلقيح مندمج ورقمي مفتوح على مداري الساعة طيلة أيام الأسبوع مفتوح في وجه الطلباء بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سنا بن رباط كانت هناك بشرى رئيف مصطفى السعدوني بعد أن كان مفتوحا في وجه العموم أمس مركز التلقيح هذا بمستشفى ابن سنا مخصصا لاستقبال طلبة الجامعات المسجلين بمختلف الأسلاك التكوين ممن لم يحصلوا على الجرعة المضادة لفيروس كوفيد-19 المركز للتلقيح دازو فيه ما يقارب ستلاف طالب طيب الصيدالة طيب الأسنان والبيوتكنولوجيا وأسبوع كله سيستقبل جميع طلبة جميع المؤسسات الجامعة دينا وجميع الأسلاك يعني طلبة الجدود طلبة سيكل الدكتوراه طلبة الأجانب طلبة تكوين المستمر تأتي هذه الحملة في إطار تسريع وتيرة التطعيم وتشجيع الطلبة على التلقيح بهدف ضمان دخول جامعي آمن لليشارة في هذا المركز سيبقى مفتوحاً ليلة نهار يومياً وحتى نهاية الأسبوع بهدف تمكين كافة طلبة من الحصول على اللقاح وتنضم إلينا مباشرة من كلية طب الأسنان بالرباط العميدة نوال اليحياوي وعبر سكايب ينضم إلينا أيضاً الدكتور طيب حمدي الأخي الصائي في السياسات والنظم الصحية أهلاً بكما وأبدأ معك العميدة نوال اليحياوي إذن مركز للتلقيح رقمي ومندمج لمن يتوجه تحديداً وهل لدينا أي أرقام بشأن عدد المستفيدين من عملية التلقيح من الطلبة تحديداً شكراً الأخت سناء على الاستضافة في بلاتو دوزين في هذه النشرة الإخبارية المركز التلقيح الرقمي المندمج لفاكسينو دغام التابع للمركز الاستشفائي الجامعي بن سينا افتح الأبواب ديالو في وجه طلبة جامعة محمد الخامس بالرباط طلبة المغاربة والأجانب المتسجلين في جميع أسلاك دكوين وكذلك الطلبة الجدد لتسجلوا في الموسم الجامعي 2021-2022 وذلك بدون شرط السكن وعلى مدار طيلة هذا الأسبوع 24 ساعة إلى 24 ساعة هذا المركز فيه فريق طبي مختص ومتميز كيواكب وكيأضطر الطلبة خلال هذه العملية التلقيح من البداية إلى ما بعد التلقيح يعني كيراقبوهم كيجيوا الطلبة كيسولوهم كيدرون معهم لانتغوغات واخ وكيشوفوا إلا كانوا عندهم الأعراض يقدروا يدرون دي تيست انتيجينيك رابيد ومن بعد التلقيح كيبقاوا جالسين في المركز 30 دقيقة للمراقبة وهذا المركز كيف ما قلت الأخت سناء تفضلي إذن اليوم وطيرة التلقيح ترتفع ونحن على مشارف انطلاقة الصنة الجامعية الجديدة هل التعليم سيكون حضوريا بالفعل الأخت سناء هذه العملية التلقيح وهذه الوطيرة التي غدا بها هي لضمان انطلاق الموسم الجامعي يوم الجمعة فاتح اكتوبر ان شاء الله في ظروف آمنة بشكل حضوري بأفواج محدودة العدد وبالالتزام التام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والهدف الرئيسي هو ضمان سلامة وصحة الطلبة والأساتدة والأطور الإدارية وخصوصا سريع تحقيق المناعة الجامعية كيفما قلت للأخت سناء تم تسجيل الحمد لله نسبة عالية ومرضية لطلبة الجامعة محمد الخاميس اللي اخدوا اللقاح في هذا الأسبوع والإقبال هو يومي وبشكل جد حسن في هذا المركز التلقيح وهي عملية لا زالت مستمرة طيلة الأسبوع وفي هذا الصدد ندعو جميع الطلباء لماذا لا تلقوا اللقاح باش ينخرطوا في هذه العملية لضمان هذا الانطلاق الموسم الجامعي في أحسن الظروف إن شاء الله الأمينة إذن ينطلق الموسم الدراسي بإذن الله الجامعي يوم الجمعة ماذا عن الأحياء الجامعية هل ستفتح هذا العام أم لا هو موضوع فتح الأحياء الجامعية الأختناء هو موضوع والقرارات لفتح الأحياء الجامعية هو قرار يتأخذ ما بين المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والتقافية لنسك والوزارة الوصية والأطراف المختصة والقرار الذي يتأخذ يتأخذ في احترام تم للإجراءات والتدابير الاحترازية المعتمدة وينضعش وتفضلي بالبقاء معنا ينضم إلينا مباشرة عبر سكايب هاتي المرأة الدكتور طيب حمدي الأخصائي في السياسات والنظم الصحية دكتور إذن نحن على مشارف انطلاق سنة الدراسية الجامعية وأيضا على مستوى الأسلاك التعليمية الثلاث ماذا عن أهمية التلقيح لضمان نمط تعليمي حضوري مسأل خير بنؤكد على أنه من الأهداف الكبرى دي الحملة وطنية تلقيح دي الأطفال اللي هم 12.5 سنة متمدرسين واللي غيرتش من بعد حتى الأطفال غير المتمدرسين في هذا السن من الأهداف ديالها هي تأمين تعليم حضوري ونحن نعرف بأنه تجريبة ديال التعليم عن بعد تجريبة ديال البقاء الأطفال في منازل ديالهم مدة طويلة مع الأسف كأنه تأثير لا على التعلمات ولا على نفسية الأطفال ولا على تنشئة الاجتماعية ديالهم فإذن من الأهداف هو أنه نأمنه تعليم حضوري بالنسبة للأطفال ديالنا بدون ما يكون خوف عليهم لا التقم تعليمي ديالهم تربوي ولا الأسر ديالهم ولا المجتمع ولكن ما نذكره دائما على أن الأهداف ديال تلقيح قبل ما يكون غفاقة ضمان تعليم حضوري وفتح مدرسة بشكل طبيعي وهو الهدف كبير هو حماية صحة الأطفال ديالنا اللي 12-17 سنة اللي مع الأسف مع الدلتا كيتصابوا أكثر بالوباء وكيتصابوا حالة خاطرة من الممكن وكذلك لأنه اللقاحات بينات الحماية ديالهم الهدف الثالث بالغير المدرسة هي أننا نصر منع الجماعية وداخل المجتمع كله لا شيء فقط ندرسة حتى الداخل الحياة الاجتماعية تكون لدينا واحدة حرية أكثر شكرا لكم دكتور طيب حمدي الأخصائي في السياسات والنظم الصحية كنتم معنا مباشرة من عيادتكم عبر سكايب من العرائش شكرا لك أيضا نوال اليحياوي عميدة كلية طب الأسنان كنت معنا مباشرة من قلب الكلية ميناء الرباط ترجمة نانسي قنقر